مربع المحاصصة الطائفية التي تشكرت على أساسها العملية السياسية في عراق ما بعد الاحتلال لا يريد أي من الأحزاب التي دخلت فيه مغادرته أو التحول عنه رغم كل ما خلفه من فشل وخراب ما دامت مصلحة تلك الأحزاب وزعاماتها متحققة ولو أدى ذلك إلى انهيار البلد بكل مؤسساته تقرير لصحيفة الاندبندنت البريطانية كشف عن تمسك أحزاب السلطة في العراق بالمحاصصة الطائفية في عمليات توزيع المناصب الوزارية مشيرة إلى أن آخر تفاهمات الحكومة الجديدة التي يعكف المكلف مصطفى الكاظمي على تشكيلها وحصول الكتل الشيعية على 11 حقيبة وزارية من أصل 22 فيما حصلت الكتل التي تدعي تمثيل السنة على 6 وزارات أما الأحزاب الكردية فقد حصلت على 3 وزارات مع وزارتين للأقليات وبعد أن تشكلت على أنقاض حكومة عادل عبد المهدي التي أطاحت بها ثورة تشرين من المفترض أن تعمل الحكومة الجديد على إجراء انتخابات مبكرة وهما أكده مصطفى الكاظمي بنفسه لكن النائب باسم خشان اعتبر أن تعاهدات الكاظمي كذبة لن تتحقق وأن الأمر لا يعد كونه محاولة لذر الرماد في عيون الشارع الناقم على السلطة وأركانها لأن حكومة الكاظمي لا تملك القدرة على مواجهة كتل سياسية ترفض إجراء أي انتخابات مبكرة والتخلي عن مكاسبها وفي ظل المزاد المفتوح والذي ينشط مع بداية تشكيل أي حكومة فإن عمليات البيع والشراء للوزارات هذه المرة تبدو أسهل وفق تعبير النائب السابق عزات الشابندر الذي أكد وجود تسهيلات للراغبين بالوزارات بسبب غياب التخصيصات المالية نتيجة لتدني أسعار النفط ما يعني أن العراق على موعد مع فشل حكومي آخر ربما يكون أسرع من المتوقع ترجمة نانسي قنقر